المثال البعد كده مستيكتومي related to cancer. طب المثال ده واتصح والله غلط. المثال ده غلط. غلط ليه? وليه اللي احنا قلنا? احنا بنعمل nursing diagnosis don't state the nursing diagnosis using the medical terminology. focus on the person response to the medical block. يعني احنا بنعمل nursing diagnosis ما ينفعش نركز على اللي نستخدم او نستخدم بعض الميديكار تنمواجي او بعض المصطلحات الطبية. لا احنا لازم بنرجع و احنا بنعمل nursing diagnosis. بنرجع للناندة. منشوف الناندة قالت احنا بنكتب بالنورسنج ده ازاي? على حسب اللي هي عاملها. احنا بنعمل nursing diagnosis يا جماعة. ده احنا بنرجع على المعينة. طب احنا هنعرفها ازاي الممارسة ومع التدريب. طيب ايه هو الناندة قالت هنعمل ايه النورسنج ده ازاي? طبعا المستيكتومي معناها استقصال الجزء من الصدر سواء بارتشر او كومبليت. نتيجة انه عنده كانسة معين في الصدر القدى ازالك انه استقصال الجزء من الصدر. طبعا ده ممكن يقف يقصر على المريض على الماضة الطويل يحصل له ايه? يعني هو ممكن يقصر طبعا دي في من? شارك جزء من الصدر بتاعها ده ممكن يقصر على بتاعها او بتاعتها. ليه? لان هو هي شايفة هتشوف يعني بعد كده ان ده ممكن يقصر على الشكل الانساء بتاعها مش طرف تعمل حقيقة تمارس حياتها بشكل طبيعي. فطبعا ده ممكن يقصر عليها. لذلك وحنا بنعمل نورسنج دياغنوزس يا جماعة تاني. لازم ما نستخدمش بعض الميديكال ترمنونجي ونازم نرجع على الناندة تكتب او نشوف هي قالت ايه وفي الستيتمينت زي. تمام? طب المسالة اللي بعد كده بين اندفير اللي تتو دياغنوستيك بروسيدور. الستيتمينت دي صح ولا غلط? الستيتمينت دي غلط ليه? اني don't state two problem as the same time. ما ينف باش نستخدم two problem at the same time. في نفس النورسنج دياغنوزس at the same time. طب احنا المفضل اسطح بتاعها هنعمل اول حاجة في اللي واحدها والباني واحدها. الفير يعني بيخاف المريض وانحنا بنعمله مسلا اي بروسيدورز او اي دياغنوستيك بروسيدورز في المستشفى ممكن ده يقصر علي على خوف اي اصر يسبب لي خوف للمريض. طب ايه هو النورسنج دياغنوزس هنكتب كده fair related to unfamiliar with diagnostic procedures. النورسنج دياغنوزس تاني بين related to diagnostic procedures. المثال اللي بعد كده. في عندك ايه? spiritual stress related to aseism as evidence by statement that she has never believed in god. يعني اسيزم الاول. اسيزم يعني الحيد. وانت بتاخد الاسيزم المريض بتشوف اللي بتاعه الديانة بتاعته. وانت فجأة كده وانت بسأله الديانة بتاعته ايه قال لك انا مش ملحد مش بعمل بإله. اذا قد تتمسك فقط في دي مشكلة انت في وجهة نظرك دي مشكلة ان هو مش بيؤمن بإله او بيعتقد باي ديانة. فطبعا اه انت هتكتبها هتستنبط ان دي مشكلة لازم انا ركز عليها واتدي له بعض ال instructions المعينة عشان يؤمن بإله عشان يخف دي من وجهة نظري. طبعا الناندا قالت لك لأ don't try it in nursing diagnosis based on the valid judgment. يعني انت وانت بتعمل nursing diagnosis ما ينفعش تستخدم حكمك على القيم وال beliefs بتاعت ال patient ده according to the beliefs بتاعتك. لأ انت بتتقدم الخدمة للمريض وزاوة وزاوة أي حكم عليه هو مسيحي مسلم يهودي بوزي ملحد لا انا مش دي مش دي concern او مش ده الجزء اللي انا بهتم به مع المريض انت بتقدم له خدمة طبية معينة بعيدا عن اي beliefs وعن اي اعتقاضاته ليه. طبعا هنا بيقولك there may be no diagnosis in these situations. the person may be at peace with her beliefs not with yours. طبعا بيقولك ان الناندا قالت لك ما فيش اي nursing diagnosis هنكتبه في ال point دي لان المريض بيس هو عمده سلام داخلي مع ال beliefs بتاعته اعتقاضاته مش 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 مع beliefs بتاعتك او اعتقاضاتك انت. طبعا كل واحد هو حر في رأيه وحر في اعتقاضاته الخاصة به. لذلك احنا بنعمل nursing diagnosis يجازم ما نستخدمش ال value judgment او beliefs judgment بتاعتك. تمام? طبعا ان الناندا عميت لك guidelines for writing and nursing diagnostic statement. طبعا عميت لك بعض الحاجات الاساسية واحنا بنعمل nursing diagnosis لازم ناخد بنا منها. ودي مهمة جدا 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 يا جماعة. ايه هي ال guidelines دي? اول حاجة احنا مركز عليها واحنا بنعمل nursing diagnosis. بنركز على يعني انت بتركز على بتاعته او الاستجابات بتاعته او الاعراض بتاعته او الاعراض بتاعت المرض ده. زي مسلا هو عنده جلطة في القلب. عنده ايه الاعراض بتاعتها هيحس بشاست بين. هيحس بنوزية. هيحس مسلا باتاك او وتفر. فانت بتاخد اللي هو او الاعراض او دي وبتكتبها بتكتاخد كل اعراض او كل مشكلة وبتبدأ تشتغل عليهم. خلاص? طبعا ايه الجايدلاينز التاني? use related to. طبعا احنا بنعمل nursing diagnosis تاني. بنكتب الاولانية على حسب الناندا. وبعد كده بنكتب related to. لازم تكتب related to. ما يفعش استخدم caused by or the to. لأ احنا الناندقيت لك لازم تستخدم المشكلة وبعد كده بتعمل related to السبب بقى. يعني for example عنده بين عنده قلم related to. ابن سايتس. ابن سايتس يعني ايه اتهاف ازاي ده 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 دي. اتهاف ازاي ده 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 دي هي اللي عملت له الايه? القلم. طب بعد كده بتعمل ايه? بتكتب as manifested by. الساينو السامتونس بقى على القلم. انت بتعمله بين سكين. لقيت ان هو اخد مثلا خمسة من عشرة في البين سكين. البشن تقنبلين فروم البين. بتاعت المريض بتاعتك بتوحيه لك ان هو عنده بين ويه انجر وغطبان ومش مستحمل اي كلام مع اي حد. خلاص. طيب ايه اللي بعد كده? لقى ليه? طبعا احنا منعمل لازم نستخدم بعض الترمس المعينة اللي قالت عليها النندا. اه ومنفتح النندا متشوف النندا قالت ايه في الستاتمنت دي ومنبدأ نشتغل عليها. طيب بعد كده وزود فال طبعا ازاي ما احنا قلنا ما ينفعش تحكم وانت بتعمل تعمل تعمل بعد كده طو بورتس. طبعا احنا احنا منعمل الماديكال دي اجنوز ده احنا منشوفه كتير جدا. احنا ناقي بعض الطلبة بيكتبه كده. دايبيتس ميليتس. دايبيتس ميليتس ده يا جماعة ميديكال ترم ميديكال تعمل 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 تعم طبعا افويد اللي احنا قلنا افويد الميديكال دياجنوزيس واحنا بنكتب لازم تبقى كليلي يعني كليل واضحة بالدقة وموضحة اللي انت عايز تقول ايه البروبلم بتاعتك بالضبط. وطبعا احنا بنعمل لازم تكتبها السبب السببت لك المشكلة. الديزيز اللي عندك يعني. خلاص? طيب. طبعا احنا هخلصنا كده في كل القبل كده خلصنا عملنا طول اولانين في ايه هي? اول حاجة وعرفنا احنا منطلع عن البروبلم اللي عند المريض. وبعد كده عملنا اللي احنا قلنا عليه هنعمل بعد كده بقى او الخطة بتاعتنا بقى اللي احنا المفروضة هنشتغل عليه عشان نحل المشاكل اللي عند المريض سواء او طبعا بقولك فيه في النورسين كير بلاين في حاجة اسمها فورمال جايدلاين فورمال يعني ايه رسمي او حاجة موثقة اه اكوردنج لبروتوكول معين طبعا احنا بقولك الفورمال جايدلاين فور دايركتينج النورسينج ستاف تو بروفادر كلاينت كير يعني المستشوى بتعمل لك اه اه جايدلاين سمعينة او بروتوكول معينة اللي بتقدمه لك عشان تقدم الكير خدمة معينة لي بيشنت لصم بيشنت ومعينين زي مسلا بيشنت داخل المستشفى يعمل قسطرة في القلب فالمستشفى عميطلق اه عملت التمريد او النورسينج ستاف اللي موجود في المستشفى وبعد الجايدلاينس المعينة اللي لازم دمشي عليها مع كل المرضى اللي يخدش يعملوا القسطرة في القلب ايه البربوس بتاعت النورسين كير بلاين احنا بنعمل نورسين كير بلاين ليه يا شباب احنا بنعملها يعني الغرب من الهاري اللي احنا بنقوله او الكلام الكتير احنا بنقوله ده ايه حاجتين انه انت تعرف المشاكل عند المريض والسليوشنز الحلول اللي انت تعالج بيها المشاكل دي بس كده هي دي النورسين كير بلاين او هو ده المكمل بتاع النورسين كير بلاين اللي احنا مفتوض نركز فيه طبعا البلانينج فيه انشيال قون الادمشن نورسين كير بلاين فيه حاجات ااساسية يعني المفروض انت بتبدأ البلايننج او النورسين كير بلاين من ساعة دخول المريض المستشفى قون الادمشن من ساعة دخوله وانت بتاخد الاساسيان تبتأ تعمله ال пыт 끝� بتبدأ تشتغل معاها المشاكل وتعمله solution طيبوется في هير سليوشنت engag في عندنا انفورمال احنا قلنا فورمال اللي هي ايه cryptocurrency redundation paths معينة بيعمل لك بعض الحاجاتany البروتوكولات او بعض الستابس المعينة بديعملها لبعض المرضى المعينين طيب الانفورمل انفورمل دي بتعتمد بقى المستشفى بتسيب لك الحرية اللي انت بتعمل الحاجات الاساسية لكل مريض وبعد كده بتبدأ تتبع الميديكال او او ميديكال انستركشنز حسب الدكتور بقى ان المريض الفلاني احنا نعمله الحاجات الفلانية فطبعا دي بتعتمد على المنتل او شغلك انت او التفكيرك انت للمريض هتقدم له الخدمة ازاي? اه الفورمل بقى اه ريتن او كومبيوترايز يعني ايه ريتن او كومبيوترايز طبعا احنا قلنا الفورمل دي حاجة فورمل ستاندرد بنعملها لكل المرضى اللي عندهم مشاكل معينة طبعا الفورمل دي ممكن نعملها يعني زي كده وانت جرس بتعمل تشك عليها وتبقى موجودة على الكمبيوتر وانت برضو بتعمل تشك عليها زي ايه مثال ريتن او فورمل او نورسين كير بلان ريتن زي المستشفات الكبيرة بتعمل ريتن نورسين كير بلان انت جست بتعلم اه على المشاكل الموجودة عند المريض انت مش بتكتبها زي ما احنا بنعملها كده لا انت جست بتشك عليها يعني بيكتب لك كفير وبين وانيجزايتي وقالت ادقاف الاسليب بلان وي اه اه فورش ومشاكل كل كل نورسينج دياغنوز اللي انت ممكن تختر على بيش على بالك تلاقيه عند المريض بتكتبها لك في صفحة وانت بس بتعمل تشك علي المشاكل الموجودة عند المريض تمام دي بتبقى ريتن في شيت حاجة مكتوبة في شيت معين طب الكمبيوتر المثال اللي هو موجود كمبيوتر زي مستشفى سبعة وخمسين ثلاثة سبعة وخمسين بتحمل كل النورسينج او كل الخدمة اللي بتقدمها للمريض على آآ كمبيوتر انت النورسي بيخش على الكمبيوتر بيفتح فايل المريض على الكمبيوتر بالايد بيبدأ يشغل يكتب بقى كل الحاجة اللي هو عايز يعملها للمريض ايه عن طريق الكمبيوترازت تمام فيه ستاندرد وفيه نون ستاندرد اللي هي احنا قلنا على ستاندر زي ما احنا اتفقنا فورمل نعمل آآ بلان معينة بروتوكول معين لبعض آآ 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 هو آآ رابورت اوف زي سيم جروب لنفس التشخيص او نفس نفس الناس اللي بتشتكي تشتكي او عندها نفس المشكلة زي ما احنا قلنا مرضى معينة داخلين يعملوا قسطرة في القلب مسلا فاعلنا المستشفى بتبدأ بتعمل لهم جايد لاينز معينة بروتوكول معين بنقدمه كل المرضى هيخشوا الاسطرة تمام؟ طيب الانديفيدولايز او اللي هي بتبقى مت specific clients need طبعا دي بتعتمد على specific needs يعني مثلا احنا بنقدم آآ بلان او بنقدم خدمة معينة للمرضى اللي هم عندهم ام اي غير المرضى اللي عندهم زيدة غير المرضى اللي عندهم مثلا آآ مشاكل آآ عمل انجري او عمل اكسيدنت في الشارع غير المرضى اللي عندهم فراكشور غير المرضى اللي عندهم ايه بيرن وطبعا دي احنا بنقدم المشاكل اللي موجودة عند المريض سبعا الحاجات دي بس يا جماعة المفروض بتنعرفها عشان نيفهمها بس اما احنا مش هنجيب لك لان انتحان الفرق بين الفورمل او 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 مش هنجيب لك ده لذلك انت المفروض بيتفهم بس عشان لما انيبقى فيه امثلة تبقى انت فاهمها احنا هنعملها ازاي طيب الاوتكمس يبقى احنا قولنا الاسسسمنت النورسينج ديالنوز البلانينج البلانينج دي اللي هو بقى الخطة اللي احنا المفروض بنعملها او الهداف اللي احنا بنعملها طيب البلانينج فيه حاجة مهمة جدا اللي هي ايه اوتكمس او احنا بنحط بقى الهدف بتاعنا الجولس يعني هدف الاوتكمس النتائج اللي انت المفروض عايز تحصل عليها نتيجة المشكلة دي طبعا الاوتكمس فيه لونج ترم وفيه شورت ترم طبعا الشورت ترم الجولس دي بتتحل فور فيو ديز اور وان ويك يعني احنا لازم نبقى عاملين للاوتكمس او الهدف بتاعنا يبقى في فترة معينة يعني مدة عدد ايام معينين لغاية ايه وان ويك يغاية واحد استغ Beloped forming is a problem portion of the diagnostic statement client centered meagerable realistic aambined by a target state طبعا احنا عرف ايه الكلام ده كله في السلاد اللي بعد كده لونج ترم الجولس طيب احنا عرفنا ان الشورت ترمجول ان هي بده نحقق هدف معين بنحطه لمده فيو دايز لايه One week طيب الونج ترمجولس دي اتسايربول aوتكمs that take weeks or يعني ايه? يعني ده عنده مثلا عنده عنده كسري في الرجله. فطبعا ده هيؤثر على بتاعته. هيؤثر على الحركة بتاعته. احنا وحنا بنعمل الهدف بتاعنا. هنعمل وهنعمل اللونج تيرم جول. اللي هو بعد مثلا شاه? المفتوط بقى هيرجع بتاعته الطبيعية. وهنعرف ايه? ازاي احنا بنعمل فيه معينة هنعرفها ايه? بس الاول احنا لازم نعرف الهدف بيتحقق للمدة لغاية ايه طب ده هدف بيتحقق لغاية بياخد ويكس اسابيع لغاية منصص لغاية شهور عشان تحقق لك الهدف ده تعالجه. طب احنا ده بنحطه للمرضى اللي عندهم ايه? عندهم احنا خلاص عرفنا فيه شورت تيرم جول ولونج تيرم جول. طب الكمبوننت ده احنا بنعمل لازم نركز على الكمبوننت دي. ايه الكمبوننت دي? اول حاجة هو يعني مين الشخص اللي انت بتحقق له الهدف ده. يعني مسلا انت في المثال. احنا طبعا احنا في الامتحان في الاخر السنة بنقولك مستر اكس او مستر او مستر او مستر جي او whatever. هيبقى عنده مشاكل واحد اتنين تراتة اربعة. انت واحنا بنقولك اكتب نورسنج كير بلاين. فانت المفروض وانت بتعمل تعمل 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 نورسنج دياجنوزيس في الاوتكم او في البلانينج او في المفروض بقى تعمل ان في الاول كده كزا 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 خلاص. الكمبوننت اللي بعد كده طيب احنا اول حي وحنا بنعمل لازم تكتب اسم الشخص او مين الشخص ده اللي انت مفروض تحققله الهدف بتاعك. تمام? سواء موجود او مش موجود. طب لو مش موجود مش موجود مش هنكتب ال person. احنا بنكتب هي او شي او خلاص. طيب اللي بعد كده. يعني ايه هو ال action اللي مفروضة تستخدمه وانا هقولكو في اللي بعد كده هي المفروضة هنستخدمه وحنا احنا بنعمل اول قمس. ال condition بعد كده ال condition under what circumstances in the person to perform is action. ايه هي الخوائص او الحالة المفروض هيبقى عليها وانت بتعمله التشخيص ده او انت بتعمله الهدف بتاعك. ال performance criteria how will is the person to performance action? ازاي بقى هيعمل ال action بتاعك? ال ازاقس? الكريتيريا عاملة ازاي? هنقولكو في examples بعد كده. ال target time في time بقى. هل انت عايزه في one week? two weeks? ساعة? اه ساعتين? whatever? فانت لازم انت بتعمل بتاعتك تذكر ال time بتاعك او ال target time بتاعك. يبا احنا احنا بنعمل outcome لازم نكتب subject لازم نكتب ال verb لازم نكتب ال condition لازم نكتب واخر حاجة الخامس حاجة ال target time الوقت اللي انت مفروض تكتبه عشان تحقق فيه المشكلة. طبعا احنا وحنا بنعمل ال goals لانت بتستخدم ال verbs دي ايه هي ال measurable verb? لازم انت بتعمل تستخدم verb لازم تبقى measurable تقدر تقيسه او يبقى standard وانت بتعمل goals بتاعتك ايه هي ال measurable verbs دي اول حاجة identify describe perform, relate, state, list, verbalize, hold, demonstrate, share, express, will lose, well gain, has and absence of, exercise, communicate, cough, walk, stand, sit. اوكي دي ال verbs المفروض انت بحاول يعني حاولوا بقدر امكان تحفظوها بحيثة وحنا بتعملوا ال goals بتاعك تستخدم اي verb من do. non measurable verbs don't use the verbs دي. طبعا احنا وانت بتعمل goals ايه معا بعد اسنكم مينفعش تقول the patient will know. او the patient know. او the patient understand. او the patient feel. احنا لازم نستخدم بعض verbs المجرابل. زي ما احنا اتفقنا قبل كده. طب ايه ال verbs اللي انت مينفعش تستخدمها زي no, understand, appreciate, think, accept, feel. طبعا planning expected outcome. هنديكم امثلة واح انت عايزك بقى تقولي هي ده subject verb condition performance criteria ولا target type. mr smith will walk with a can at last to the end of the whole and back by friday. يعني ايه? ان mr smith هيبدأ يستخدم ملكان بتاعته او العكاس بتاعه. at last to the end of the whole and back. يعني هيستبدأ يشتاق استخدم العكاس بتاعه في الكوريدور او في الهول في الهول اللي موجود قدام القوضة بتاعته. يبدأ يروح الاخر الهول ويرجعتين على يوم الجمعة الجاية. تمام? ده goal ده هدف. فانت لو لازم انت بتعمل goal لازم تعمل كده. تستخدم ال verb subject الاول. ال verb condition performance criteria target time. طب ايه هي subject mr smith? ال verb will walk condition with the can. performance criteria at least to the end of the whole and back. يعني هيروح يستخدم ال can بتاعه في الهول في اخر الهول ويرجع تاني. target time by the friday. تمام? المثال اللي بعد كده. identify if the statement are written correctly or not correctly. اول حاجة john will know the four basic food group by 6307. تمام? طبعا. طيب ال statement دي صحة والغلط طبعا. ال statement دي غلط. غلط ليه? لان احنا هنا استخدمنا verb no. verb no ده not measurable. مش بنقيسه. احنا قلنا في بعض البربس المعينة مفوضا ما نستخدمها زي no understand think except the feel. الحاجات دي اللي هي non measurable. مش هينفع نستخدمها. طب ايه هو البرب الممكن نستخدمها نقول مسلا. john will list the four basic food groups. خلاص? طيب. المثال اللي بعد كده. identify if the statement are written correctly or not correctly. mr s will demonstrate how to use the year worker and assisted by saturday. يعني mr s هيبدأ استخدم demonstrate how to use the worker. يعني هيبدأ يقولك ازاي هيستخدم العكاز او العكاكيس بتاعته دي الواحده يوم الساتر دي اه يوم السبت الجاني. ايه السيطاتي مفترضة دي صحة ولا علاτ. السيطاتي مفترضة دي صح. ليه؟ لان هي كل الكريتيريا أو كل القائد لايز او كل الكمبونان بتاعت النقول المتحققها فيها. subject mr s. the verb will demonstrate. the condition how to use the year worker. performance criteria unassisted! target time by saturday. اه اه افتر ون اوه مستر سجي ويلفر برائز دي كريز الليفل اوف البين فروم تن تو تن تو سري اه ابوف تن طيب الستاتمنت دي صح ولا غلق طبعا الستاتمنت دي صح لان كل الكمبونت زي ما قلت نتفقنا موجودة في الستاتمنت دي يبقى احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات الاساسمنت هنعرف عملنا نعمل في ايه ونطلع مشاكل المويد ازاي النورسينج دي جنوزس بعد كده البلانينج البلاننج احنا قلنا فيها منحط فيها سواء شورت تيرم جول reden والونج تيرم جول وعرفنا ان البلانينج يجي الشورت تيرم جول ده منحققه امتى والونج تيرم امتى والكمبونت بتاعت البلانينج او الجولس مهمة جدا ان احنا الخفايف اللي احنا قلنا عليها وهمة جدا تعرفوا خلاص ابحنا عملنا الالستاتمنت عملنا نورسينج الاجانز سعملنا الجولص بتاعتنا او البلانينج هنبدأ نعمل بقى يعني تدخلات او التطبيقات المفروض انت هتعملها كتمرئ كنيرس مع البيشن عشان تحل المشكلة اللي عنده انت خلاص كل كل اللي فاتت دي عبارة عن براين ستورمين انت خلاص انت بدأت تستخدم تستخدم مخك وتبدأ تخطط القصة البلان بتاعتك عشان تعالج المريض فانت هتبدأ بقى تشتغل بقى مع المريض دايركت لي سواء دايركت او نان دايركت وانا اعرف ايه ايه قمبونت او هي الستابس او هي الطائبز دايتها طبعا ازا ما اتفقنا في خلاص انت بتبدأ تشتغل على البلان بتاعتك خلاص انت تبدأ تشتغل مع المريض عشان تحلل ايه المشاكل بتاعتها اه تمام طيب انت تعيتنا طبعا احنا في نكتب فيها انترفنشن او او انبليمنتاشن سواء او انترفنشن او انترفنشن لتنين واحد طبعا في الانترفنشن او تدخلات في دايركت انترفنشن وانا دايركت انترفنشن دايركت انترفنشن زي عباره عن ايه اكشن بفورم guilty interaction وزاكلا لانتarفنشن حاجات معينة بتعملها مع المريض دايركت لي زي مسلا انت هتتطيله موديكاشن دايركيشن تتعامل معي بي مع المريض دايركتلي طبol يعني ايه؟ يعني انت بتبدأ تعمل حاجة معينة للمريض دي بعيد عن ده ديريكت دي. زي مسلا انت بتدي له كتاب معين يبدأ يقرأ ويطلع بتاعته. طب انت انت مش اديت له معلومات او انت مديد لهوش كير معينة او خدمة ديريكت فيستو فيس لا انت اديت له حاجة تانية كتاب مثلا او كراسة يبدأ يكتب فيها الفيلينج بتاعه او يبدأ يقرأ فيها بحيث كل ما يقرأ يطلع بتاعته او كل الحاجة هو مش حاسسها بشكل اه صحيح ننتيجة المرض اللي عنده ده في الكتابة في الاراية في الميوزيك في تلفزيون فده بتعتبر حاجة بعيدة عن المريض التعامل الديريكت بينه